ماذا عشت أنا؟ نهضر عليها أنا وأنا نمثل عائلة الجزائر طبعاً ماذا عشت أنا؟ البارح مع المرحومة أمي لا تقدرش تعيش بنتي اليوم معي لا، لماذا؟ دوك وصلنا إلى درجة التكنولوجي بلك أنا لم أقدرش نفهمها وشي حبها بلك حنا زمان كنا كنا من حجر قليلاً لم يتمكن لدي change لم تعمل implement كثيرة لأن دورك الله غالب والوقت الذي وصلنا إلىه من إنتدومowany ناخذ العائلة الجزائرية حالياً بإح fermانات الساب информاء اهلا سأخدارهم في الجزائرين زمان نحن ني mana أني أعطل على العائلة أنا لدي بنتي لم أين 7 سنين لا يسلمك بنتي لم أربطها شهادة و أنا بنتي أنا لي ربيتها لكن بنتي لم تربطها شهادة بنتي ترقود بالبوغطابل بنتي تدعف الفيو وتعفوها دمان عفشاني وشنو وصاحبتك فيسبوك عندها فيسبوك عندها فيسبوك عندها تيك توك عندها كل سبع سنين وآمي تي وياها آمي ايه أربية حالة أربية حالة الله وحش وهتصور من عبد الله وليو هاد صور كما تخلين عليهم لك أن تحكي عليهم سعاد مقبيل يا حسر هادو هادا هاش نحكي لك هاكذا كنا نرقدو هادا قدم هادا هادا قدم هادا والحاي ايه والحايك وكوفيرتات ودركة جمال ولت هاكذا ولت دركة ولت هاكذا وهذا ماشي منهم وماشي منا الله غال ولا مقدروش نسيطروا حال جنتا وعنو هاكذا الله غال هاكذا هاكذا نرى قدمهم في الصباح ورحوا نقبلوا وكاذا نسيطرواAY صحيحي لك هاكذا عاشد انا خمم كيفكم عندك شو لن نريد دمج سؤال هل كانوا يبكري خير ولا أدارك يبقى السؤال القيام بتحديد العائلة في العالم غير تلك المثال تركيبه في العالم بأسره كيناب بنفس النمط المتحدثه عندما تتعلم العائلة عندما تتعلم العائلة يتعلم من المجتمع يتغير كل شي يتغير معه عندما رأيتها، كانت خلقها كريزلوجمو عندما كانت كريزلوجمو العائلة كانت تتلم في الحوش نحن كجزائريين، نحن جدودنا كانوا في الحوش في الكارتي بوبيلار في ألجي أو أورو أو أقسنتينة أو بارتو تلقي عندهم قاعدة الحوش ثم نعود هذا الواقع صليقي وهو فرد و فوائي كريزلوجمو الشيخ القبيلة والشيخ خضار و تتعلق بالكنه وكأن تلاحظهم ولكن لا تجد الحوش كان هناك نغمة بكري بكري كان يكون إنسان كبير وعيش في عوش يزوجون معه لا يوجد رائع لا يوجد رائع بكري كنا نعيش في الخيم والخيم سيته إنسان بعد ذلك الحوش تقسمت ذلك الحوش بعد ذلك السقيفة في الوسط هذا كل حوش هذا المفهوم يتعلم أن الناس يأكلون أحد يدين مرته ويرسك فيها عندما بدلت من العائلة توجد رائعات وانا نظر نظر بأن الالجيري ليس شيء سيلي ويقوم بمشي مع هذه الحالة التدخل التكنولوجي التي تتحدث عن أختي وعندها الحق كان لديها تأثير لكن لديها التكنولوجيا تتحدث عن أختي ويقوموا بالمناسبة على الإنترنت ويقوموا بالنسبة تتحدث عن أختيار كيف تتحدث عن أختيار تتحدث عن أختيار لا 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 راشيد هناك نيانس لا يوجد سعادني يوجد هم عائلة تتحدث عن سمعني لا لا بأن أتصل لقد أردت أعلم نتحدث عن أختيار نستهار نتحدث عن أختيار وقوموا بالنسبة وإن كنت أريد في العيش كيف تتحدث عن أختيار لا لا اتصل وقوموا بالنسبة عليها قلتك نطرح سؤال نجملا نكون نبغي أنا لمة العيلة التي عشت فيها أنا والله لما توحشها وباغيها فلا هذا الرأي راشيد نزيدون نحو نشوفوا الرأي الشارع الجزائري ونشوفوا هذا الفيديو نعودون ولي إنتي صالت ركبين العائلة باش تكون عائلة واحدة عايشين في دار واحدة ولا حاجة يعني نقصت ما قاعدت سكي مزمن كانت اللم مزمن كان لفطورت ع رمضان مع بعض كان لفطورت ع نهار الجمعة مع بعض يوميا يتشوفوا يوميا يتلاقوا ضرق بحكم العائلة كبرت نقولوا الولد دار دارها واحدة كان الجد هو المسؤول الأول على العائلة والأولاد والأحفاد كانت اللم كانت تتري في زوائدك تعبك ريادك ولا يلم منها ما يضر كابالك لو كان عندك الدرام كينحويج بزف ما تقدر شريهم العيلة زمان كانوا كل يوم ريحوا في قعدة واحدة العيد كان من اللي يجوا وريحوا وكان من اللي في طابلة واحدة كما قولوا بصعدوا كاولوا قاعد تأخذوا لغيزو سوسيو وانترحم على الجدي لا يحموا وولي كان يحاكم القعدة بصعدوا كيماتي هو الدار كامل لفرغة ما أقول لش هادو كل بنا قاعدت على الدار راحت العرصة راحت عرصة راحت صح شوف جامل الالتي فتاة على الطفل هذا قال كنترحم على جدي شوف جدي بابا سيد يحنا كنا نقوله بابا سيد يكن حاكم القعدة هي على كل حال سي سلطاني التخصصيات والتقاليد العائلة الجزائرية أو المجتمع الجزائري تغيرت ما كان يقول سي راشيد مع الوقت سي توطفي نورمال أنا جو سوي باكوونطن ما نشدد هادشي زمان سيفري قاعدنا هذا راقد قدام هذا عشنا وش كانوا يقولوا يعني الناس في الأران تاعهم ولكن دوك مع التطور ما نقدروش يعني نزيدو نولي ولولولور بالعكس نمشيو مع التطور هادا كي ما يقول لك كل وقت ووقتو كل جيل وجيله وحقيقة نحنا يعني الكبار نهضرو بزاف بالماضي لأنا عشنا ماضي لا باس بيه الحمد لله هوني توجول نوستالجيك دونو دخول باسي الله غالب دو كان جيل كي تحكيلو على الوقت تاعي قول لك يا تومات هادرو غير كده وكده وكده احنا عشنا وكان عدنا حتى ولو ما كان عدنا ولو لكن بهذا كولو عشنا معيشة ما شاء الله دوك أنا نظن على حسب نظريتي كل شي راهو موجود كل شي راهو بتوفر لكن وراه السعادة وراه الحب وراه الأخوة وراه شي هذا كامل ماذا تشوفوا فيه الشي اللي صرف العائلة الجزائرية أمر طبيعي جدا والعائلة الجزائرية ما زالت بخير شكرا لكم شكرا لكم